بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا في تعريف الطهارة أنها رفع الحدث وإزالة الخبث قد تحدثنا عن رفع الحدث سواء كان الحدث أصغر والذي يوجب الوضوء أو الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل وكيفية الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر والآن نتحدث عن القسم الثاني وهو الخبث أو النجاسة إزالة النجاسة المراد بالإزالة هو التطهير وأما النجاسة فهي كل عين مستخبث شرعا يعني أن الشرع هو الذي استقذرها وحكم بنجاستها وحكم بخبثها وقيل أن النجاسة كل عين حرما تناولها لذاتها مع إمكانية التناول والحديث هو عن النجاسة الطارئة أو النجاسة الحكمية أي التي تريد على محل طاهر ويخرج بذلك النجاسة العينية فليست محل البحث أقسام النجاسة تنقسم النجاسة إلى قسمين النجاسة الحكمية وهي التي يمكن تطهيرها وهي التي ذكرنا أنها تريد على مكان طاهر تلتقي به فيمكن تطهيرها منه كالنجاسة تكون على الثوب أو في المكان أو في الإناء النجاسة العينية وهي التي أصلها نجس فهذه لا يمكن تطهيرها كالكلب والخنزير أو ما صنع من جلد كلب أو خنزير أو نحو ذلك مما عينه نجسه ما الأصل في تطهير النجاسات الحكمية أو النجاسة الحكمية أو الخبث الحكمي الدليل أو الأصل في ذلك القرآن والسنة فأما القرآن فقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويدخل في ذلك الطهارة من الحدث ويدخل كذلك الطهارة من النجس والخبث وقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر فيشمد كذلك التطهير من النجسات والأخبث وأما السنة فما ورد في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فدع النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فهريق عليه كيفية الطهارة من النجسة كيف يمكن تطهير النجسة النجسة الحكمية تقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول النجسة المغلدة وهي نجسة الكلب والخنزير على المذهب الحنبلي وما تولد منهما فهذه نجسة مغلدة والتطهير منها يكون بأن تغسل هذه النجسات سبع مع التراب أو ما يقوم مقام التراب والدليل على ذلك ما رواه أبو هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء إحدكم فليغسلوا سبعا أولاهن بالتراب أما إذا كانت على الأرض إذا كانت هذه النجسة المغلدة على الأرض فإنه يصب عليها من الماء حتى تذهب عين هذه النجاسة ويذهب أثرها ويستدل على ذلك بقصة الإعرابي الذي سبق ذكره إنه بال في المسجد فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ما فهريق عليه حتى ذهب بعينه فلابد من إزالة عين النجاسة ثم اتباع ذلك الماء حتى يذهب أثرها القسم الثاني النجاسة المخففة والنجاسة المخففة وردت في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فخرج بذلك بول الأنثى وإن كانت لم تأكل الطعام والغائط فإنه وإن كان من الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه لا يعتبر من النجاسة المخففة الأصل في هذه النجاسة المخففة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم قيس أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره صلى الله عليه وسلم فبال هذا الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فدعى بما إن فنضحه ولم يقسله فكيفية الطهارة من هذه النجاسة المخففة أنه يرش ويغمر بالماء بما لا يؤدي إلى جريان الماء وهذا مقتصر على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فخرج بذلك بول الأنثى وإن كانت لا تأكل الطعام وإن كانت لم تأكل الطعام لذلك زالت صغيرة وخرج بذلك الغائط من الجميع فإن ذلك لا بد من غسله ولا يكون من النجاسة المخففة وهذا القسم استدل له بهذا الحديث بحديث أم قيس حينما جاءت بابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبال على ثوبه ونضحه بالماء القسم الثالث النجاسة المتوسطة التي هي بين المغلظة وبين الخفيفة وهذه النجاسة هي ما عدا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وما عدا نجاسة الكلب والخنزير غير ذلك من النجاسات هي النجاسة المتوسطة وتغسل قيل سبع غسلات وقيل ثلاث غسلات مثل الدم المسفوح مثل بول الغلام الذي أكل الطعام ومثل الغائض والبول من الكبير وغير ذلك من سائر النجاسات وتغسل كما ذكرنا سبع غسلات هذا هو المشهور المذهب وقالوا أن ذلك يدل عليه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا الرسول السلام بغسل الأنجاسي سبعا وقيل ثلاث غسلات منقية وذلك كما هو في الاستجمار والاستجمار الاستجمار أنه يكون وترا ثلاثا أو خمسا فقالوا أقل الغسلات المنقية ثلاثا والراجح والله أعلم أنها تغسل هذه النجاسة حتى تزول تماما سواء أخذت وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو عشرا فالمهم أنها تزول هذه النجاسة ويذهب أثرها هذا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر